السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب ببداية الحلقة اخوتي الكرام جهزوا كاسة شاي او فنجان اهوة لان موضوع حلقتنا لليوم يتطلب تركيز وهو موضوع معقد وطويل على الرغم من محاولتي لتبسيطه واختصاره قدر الامكان كما قرأتم عنوان حلقتنا لليوم هو افضل المناطق للسكن في اليونان وفي العاصمة اليونانية اثناء اخوتي الكرام بالبداية يجب ان نكون متفقين على مبدأ مهم جدا وهو ان هناك لكل منطقة او لكل مدينة سلبيات وايجابيات بغض النظر مهما كانت جيدة او سيئة لذلك سوف اقوم بالاستناد على تصنيفي للمناطق والمدن الجيدة بناء على خمسة اسباب وهذه الاسباب مرتبطة ببعضها البعض لو ركزت فيها صراحة اول سبب من هاي الاسباب توفر فراص العمل لانه ليس من المعقول اخي الكريم ان تسكن بمدينة جميلة وفراص العمل فيها شبه معدومة ثاني سبب ارتفاع الكثافة السكانية لانه يؤدي بالطبع للتوفر فراص العمل بشكل اكبر ثالث سبب توفر المواصلات العامة مهم جدا ايضا لو قادم جديد او لديك عائلة واطفال وليس بامكانك يعني ان تشتري سيارة مهم جدا انه توفر المواصلات العامة رابع سبب توفر الخدمات وكثرة الاسواق والمحالة العربية والشعبية اللي تتمكن من التسوق لاحتياجاتك وبافضل الاسعار خامسا واخيرا وجود الجالية الاجنبية سواء من اهل بلدك او بلدان اخرى لكي لا تشعر بنفسك انك غريب او وحيد مع احترامي للشعب اليوناني الودود طبعا لكن سبحان الله على الرغم انه الانسان يحب ان يندمج بالمجتمع بلد يعني حديث بالنسبة له ويتعلم اللغة لكن دائما يحتاج الانسان ليصادق ويتكلم مع احد ما يتكلم لغته في الغلبي الان بعد ان تعرفنا على اسباب تقييمي للمناطق والمدن تعالوا نتعرف مع بعض على افضل المدن والجزر للسكن في اليونان بالنسبة للمدن وبالمرتبة الاولى هي مدينة اثناء لانه هي العاصمة ببساطة وهي الحاضنة بالطبيع للسفارات لو يحتاجت تعمل معاملة مثلا بسفارة بلدك او تجدد جواز سفارك مهم جدا انها تكون قريب من السفارة ويتوفر في اثناء ايضا المترو ولا يتوفر بمدن اخرى المترو عفكرا ويتوفر العمل بكثرة والجاليات العربية بكثرة ايضا ثاني مدينة هي مدينة بيريوس وتحتوي على اكبر ميناء بحري في اليونان ويوجد بها عدد سكان جيد ومواصلاتها العامة جيدة ايضا لان هي متداخلة مع مدينة اثناء بسبب وجود المترو الذي يربطها بالعاصمة اثناء وتعتبر ايضا جزء من مدينة اثناء صراحة بشكل او باخر لكن تبقى ايضا مدينة انظف واهدأ من اثناء ثالث مدينة او هي بصراحة تاني مدينة اذا ابدأ اكون سادق معكم لان اثناء و بيريوس يعتبروا مدينة وحدة على التصنيف يعني المحلي لليونان بيعتبروا ان اثناء و بيريوس ضمن مقاطعة اتيكي وهي تعتبر مدينة وحدة لذلك تاني اكبر مدينة باليونان هي مدينة ثيسالونيكي وهي مدينة جميلة ويتوفر بها فرص العمل والمواصلات الجيدة وهي افضل من اثناء و بيريوس من حيث الهدوء والنظافة بقصد بالنظافة اخوتي الكرام لحتى ما تفهموني غلط هنا ليست نظافة الطرقات وانما صخب المدينة الكبرى من انتشار للمخدرات ومظاهر غير اخلاقية والفساد الذي ينشره الانسان يعني بشكل عام رابعا واخيرا مدينة باترا لو تخطط اخي الكريم لشراء عقار رخيص او عندك مهنة جيدة وتحب الهدوء والبحر وقلة السكان نوعا ما مدينة باترا هي خيار مناسب بالنسبة لك وبها مواصلات جيدة عدد سكانها ما يقارب الميتين الف تقريبا وهي ثالث اكبر مدينة باليونان حسب الاحصائيات الان لننتقل لافضل الجزر اليونانية جزيرة كريت تأتي بالمرتبة الاولى جزيرة رودوس بالمرتبة الثانية وجزيرة كورفو او كيركيروس بقولولها احيانا كمان تأتي بالمرتبة الثالثة وبعد ذلك تأتي عدة جزر كجزيرة سانتوريني جزيرة ميكونوس جزيرة ناكسوس وجزيرة سيكياثوس هذه الجزر يعتمد فيها العمل على السياحة لذلك اخي الكريم يوجد بها عمل بشكل موسمي بقطاع السياحة والخدمات ومن الجدير بالذكر لذلك حبيت اذكر موضوع الجزر افضل الجزر ان الاجور التي تدفع بهذه الجزر تكون افضل بكثير من الجزور التي تدفع بالمدن الموجودة على البر الرئيسي لذلك حبيت اذكر الجزر ايضا موضوع حلقتنا لليوم وساقوم بتخصيص حلقة مخصصة عن الاجور قريبا ان شاء الله الان لننتقل الى القسم الاخير في حلقتنا لليوم وهو افضل المناطق للسكن في العاصمة اليونانية اثناء وهو موضوع شائك وسؤال صعب صراحة لكن راح جاوب عليها السؤال نسبة لبعض العوامل التي ذكرتها في بداية الحلقة وهي توفر المواصلات والجاليات العربية والعمل والاسواق العمل طبعا متوفر بكل اثناء وضواحيها تقريبا وبما ان المواصلات جيدة جدا في اثناء فلا تهتم كثيرا اخي الكريم بقرب مكان عملك ومكان سكناك من بعضهم البعض المناطق التي سوف اقوم بذكرها ستكون مناسبة لعائلة او لشخص اعزاب بحب الهدوء نوعا ما وستظهر لديكم صورة على الشاشة ايضا لمواقع هذه المناطق يعني هاي المناطق اخي الكريم بتناسبك اذا كنت شاب او اذا كنت عائلة وحط الله صورة لكل منطقة على الخريطة اول منطقة هي شارع صراحة شارع ليوفورس اليكساندراس سواء يمينه ولا شماله هي مناطق رائعة جدا وبنص البلد وقريبة من كل شي ثانيا منطقة بانورمو ثالثا منطقة امبيلوكوبي رابعا منطقة كبسلية وضواحيها مع تجنب الاماكن المرتفعة لانه هاي المنطقة فيها تضاريص جغرافية جبلية يعني ممكن تلاقي بيت محطوط على الجبل بدك تطلع ما يقارب مسافة خمسمائة متر ابتهلك لتوصل لاخر الطلعة لذلك تجنب الاماكن المرتفعة منها لك اللي تتعذب فيما بعد بالصعود والنزول لو عندك اطفال خامسا منطقة باتيسيا بشكل عام سادسا منطقة نيا فلاذلفيا الآن نتجه نحو الغرب على الخريطة منطقة إيليون منطقة جميلة جدا لكن للأسف لا يوجد بها مترو فيما بعد أيضا وهناك يتوفر المترو ومناطق رائعة بنفس الاتجاه منطقة أنثوبولي منطقة بيريستيري ومنطقة سيبوليا الآن دعونا نتوجه نحو الجنوب منطقة تافروس منطقة كاليثية منطقة بلايوفاليرو منطقة نيوس كوزموس الآن دعونا نعود نحو السنتر وقلب المدينة منطقة باقيراتي منطقة إيليسيا منطقة زوغرافو لكن هنا ترتفع أسعار الإيجارات طبعا لأنك بمناطق راقية جدا أخي الكريم ووسط العاصمة أنت يعني بقلب البلد هذه كانت نظرة شاملة ومختصرة عن أفضل المناطق للسكن لأسباب عدة وهناك مناطق أخرى جيد جدا أيضا كما روسي وكيفيسيا وآيوس ديمتريوس وذافني وإلي نيكو ونيا أونيا هذه المناطق صراحة تعمد أن لم أذكرها سابقا لعدة أسباب ما بدنا نخوض فيها يوجد سؤال طرحه علي أحد الأخوة بالتعليقات ما هي المناطق السيئة التي لا تنصحني بالسكن بها وهنا سأجيب بشكل عام على هذا السؤال قد يفكر الكثير يعني أن يطرح نفس السؤال هذا ما هي المناطق السيئة منطقة آنولويسيا منطقة آخر نيس أو آخر نايب ولولا أحيانا منطقة زافيري منطقة آيا فالفارا وهنا نتجه إلى وسط البلد منطقة ميتاكسورجيو هاي قريبة كتير من وسط البلد منطقة أمونيا فيما بعد وهي بنص البلد وأخيرا كمان تقريبا بنص البلد الشارع آخر نون كتير منكم بيعرفوه يمكن أو سمع عنه لكن أخي الكريم من باب الأنصاف وليس من باب التعقيد حتى لهذه المناطق التي تعتبر أنها سيئة بعض الميزات ومن باب الأنصاف أيضا وهذا الشيء موجود بالفعل سواء بالبلدان العربية أو باليونان نفس المنطقة يوجد بها مناطق راقية ومناطق سيئة علاوة عن ذلك أخي الكريم حتى الشارع نفسه أحيانا ممكن أن يكون نصفه سيئ ونصفه الآخر راقي على سبيل المثال شارع آخر نون طوله 6 كيلومترات تقريبا ظهرت طول الشارع عندك على الشاشة طلعت عندك صورة طول هذا الشارع 6 كيلومترات ونصف القسم الجنوبي من هذا الشارع سيئ والقسم الشمالي يعتبر راقي أو شبه راقي صراحة يعني حتى الشارع أحيانا ممكن أن يكون نصفه هيك ونصفه هيك حتى بهذا الشارع مثلا إذا تروح الدخلي على اليمين أو على الشمال ممكن تصير منطقة يعني ما رح أعلق راقية جدا لكن منطقة جيدة لهيك صعب جدا أنه نعطي حكم مطلق على أي منطقة أو على أي شارع أخوتي الكرام يعني هذا ليس من الصواب أن نعطي حكم مطلق على أي منطقة أو على أي شارع لذلك أخي الكريم يجب أن تذهب وتعاين بنفسك الشارع والمنطقة قبل أن تقرر أن تسكن بها أو لا سامحونا سامحونا إذا طولت بالفيديو لكن كل ما سبق صراحة كان نظرة شاملة ومختصرة إذا عندكم أي سؤال يتعلق بأحياء أثنى فقط فيكم تطرحوا علي بالتعليقات بما يتعلق بالمدن الأخرى أخوتي الكرام أعتذر صراحة لأني لا أحب أن أتكلم بشي أجهله وأنا ليست لدي خبرة بالمدن الأخرى أنا عندي خبرة في أثنى فقط بالمدن بشكل عام بعرف أوكي برحب أسئلتكم وهاي كانت نهاية حلقتنا لليوم لا تنسلوا عجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر